بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين وخاتم الرسل الناس أجمعين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بالجماله يعظم الجميع خصاله صلوا عليه وآله أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن الخاتمة اللهم أمين يقول شيخنا الخطيب رحمه الله يا رب أرسل على أعداء مصر صاعقة من صيب فضلك لا تبقي ولا تذروا واسلبهم الحلم والإمهان إنهم آذوا عبيدا إذا زلوا لك اعتذوا تعالوا بنا أيها السادة الأماجد كما عودناكم في لقائنا السابق نتحدث حول سلسلة مباركة سلسلة عظيمة هذه السلسلة تسمى بسلسلة العبادات عن الناس أو العبادات الغائبة عن الناس أو العبادات المهجورة كما نسميها ونطلق عليها هذا الاسم الخاص دائما العبادات المهجورة كلمنا عن أول عبادة من هذه العبادات المهجورة هي جبر الخواطر تحدثنا عن جبر الخواطر وما فيها ولقينا لها صدق جميل جدا عند كثير من الناس عند كثير من الناس وكثير من الناس تحدث عن هذه العبادة وأصبحت تترجم إلى واقع عملي ثانيا من هذه العبادة المهجورة هي عبادة دائما وأبدا تجدوني على هذه الشاشة المباركة أطل بها عليكم وهي عبادة التبسم من العبادات المهجورة التبسم التبسم نعم هي من العبادات المهجورة وهي خلق إنساني خلق إنساني عالي ولغة إنسانية عالمية رفيعة المستوى هذا الخلق هو خلق التبسم من فلسفته صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حضرته أن جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا التبسم صدقة ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من فلسفته يقول تبسمك صلى الله عليه وسلم في وجه أخيك صدق يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه اللغة العالية السامية التي تحلق في سماء الحب فالإنسان حينما يتبسم في وجه أخيه وحينما يتحدث الإنسان بوجه طلق بوجه بشوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هشا بشا صلى الله على حضرته وزيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا التبسم لغة عالمية وسلاح قوي جدا 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 ولغة حوارية بينك وبين الآخر بينك وبين بني جنسك بينك وبين غير بني جنسك إذا تبسم حتى الإنسان للحيوان حتى الإنسان إذا تبسم للحيوان يكون فيه لين معه ولما لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا مرارا وتكرارا تبسم وذلك كما أخرج العلامة بن كثير والبيهقي في سنة من رواة سيدنا عن سيدنا ليث بن سعد قال لما مررت مع رسول لي صلى الله عليه وسلم فمررنا بخيمة لعربي يربط بها الضبي القصة كما تعرفونها وذكرناها تبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال لها يا الضبي أئن فكتك من قيودك تعودين قالت أعود والذي بعثك بالحق فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ساد جعل هذا التبسم هذا الخلق العالي هذا السلاح القوي يستخدم الإنسان منذ الطفولة لتقارب المودة والرحمة ولتوطيد العلاقة بينك وبين الناس ويدل على سمو الروح وعلى علو الهمة وعلى طهارة القلب وعلى نقاء القلب وعلى صفاء هذا القلب لأن القلب إذا صفى وإذا خلص هذا القلب وأصبح نقيا طاهرا تعلق بالله كشف له الحجم ولذلك أطع الله فيما يريد يعطيك ما تريد وفوق ما تريد وينل لك الحديد بس بشرط أن يكون الإنسان مع قلبه هذا قلب قد امتلئ بالإخلاص بالرضى عن الله وبالرضى عن النفس يعلم هذا القلب أيضا يا سادة بأن الله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باقى يبقى إذا التبسم من العبادات المهجورة كتير جدا جدا من الناس يعني لا يتبسم في وجه أخي ده سيدنا النبي من فلسفته صلى الله على حضرته أن جعل التبسم صدقة ده فلسفة عالية جدا يسيدنا النبي عزين يتعلم من سيدنا النبي شوي نحن بعدين عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أين السبيل وقلب الصب قد شغل يسامر السهد إلى من وما غفل يحنو إلى صفوة الباري ورحمته وخير من أما في إسرائيه الرسل صلى الله عليه وسلم ولذلك القرآن الكريم تحدث والحق سبحانه وتعالى خالق الخلق خالق الخلق تحدث عن هذه العبادة فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة شاهد ضاحكة مستبشرة دائما الوجوه تضحك فيها نضرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولذلك سيدنا بن جرير يقول جرير يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم أي ما منعني الحبيب صلى الله على حضرته من الدخول عليه يقول ابن جرير وجرير ما منعني النبي أو ما حجبني الحبيب صلى الله عليه وسلم من الدخول عليه وما رآني إلا تبسل صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آما لنا صلاة تفرج بها القروب صلاة تشفي الصدور من السقم ومن السقيم يا رب العالمين انظروا يقول ما حجبني الحبيب صلى الله عليه وسلم أي ما منعني من الدخول عليه وما رآني إلا تبسم سيدنا عبدالله بن الحارث يقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أك ثرى ما رأيت أحدا أكثرة بسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاشا بشا يضحك صلى الله عليه وسلم مش معنى زيك من يضحك كما نقول على الفاضي لا لكن كان يلقى أخاه بوجه طلق بوجه بشوش ومعنى أستاذ محمود ألو ألو أستاذ محمود تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مولانا العزيز الله يبارك في حضرتك ربنا أسترك يا سيد الله يخليك الحمد لله فضلا من الله ونعم الله يكرمك الله يكرمك حج محمود الله يكرمك حضرتك بس على زيارة مساجد أهل البيت يا مولانا حاضر حضر حج محمود حاضر وعاجة أسمع منك يا أهل أحمد حاضر حاضر حج محمود حاضر ماشي مولانا فضل عام الحج أشكر حضرتك على هذا الاتصال الحج محمود بيسأل بيقول زيارة مساجد أهل البيت زيارة المساجد أهل البيت يا سادة أمر وفرض والصلاة في المساجد التي فيها قبور لا شيء فيها والدليل سأذكره الآن الله قال في القرآن الكريم قال الذين غلبوا على أمرهم لا نتخذن عليهم مسجدة نتخذن مدرع منصوب بأن مضمرة وجوبا لقاء بعد لام الوقع في جواب الطلب لا نتخذن أي لا نتخذن عليهم مسجدة القرآن وذكرها في ذلك طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة طيب وأين كانت تصلي أم المؤمنين عائشة كانت تصلي في حجرتها طيب سيدنا النبي دفن وسيدنا أبو بكر دفن أيضا وسيدنا ومولانا الإمام عمر دفن أيضا تقول سيدة عائشة والخبر في الصحيحين كنت أدخل متشددة في ثيابي كنت أدخل وثيابي علي فأقول هذا جوجي متخففا فيها يعني تخفف في الثياب هذا جوجي فلما دفن أبي قلت هذا أبي فلما دفن عمر كنت أدخل انظروا كنت أدخل متشددة في ثيابي حياء من عمر وهي تصلي في حجرتها فالصلاة في المساجد التي فيها كبر صحيحة ولا شاء في ذلك المنهي عنه باتفاق أهل العلم أن يفتح الإنسان القبر ويصلي فيه الصلاة بطلة لا تصح طب مولانا أمالك ما يبقى لك في الحديث بقول لك في الصحيحة نعنى الله لعنى النصرة تخذوا كبورة أنبيائهم مساجد هذا الحديث له سبب ورود وهذا الحديث من رواية سيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضها تقول سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الأحبار والرهبان كان يؤتون بصور أحبارهم ورهبانهم يعني اليهوك كان يؤتون بصور أحبارهم ورهبانهم ويصلون لها تركزوا في اللفظ ويصلون لها قال النبي لحظتها لعنى الله اليهود والنصرة تخذوا كبور أنبيائهم مساجد فالإنسان حينما يفتع القبر ويصلي ده منهي عنه إنما لو في عندك مثلا ضريح في عندك مقام في عندك مسجد سيدنا سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها يا نفيسة العلوم تحية أهديها إليك فأنت حقا طاهرة النسل طاه المصطفى جئت إلى هنا ليضاء منك سماؤنا والقاهرة فحينما يصل الإنسان في مساجد أهل البيت في مثلا سيدنا سيدنا فيسة في سيدنا 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 زينة في سيدنا الإمام الحسين في المساجد كلها الصلاة صحيحة لا شيء فيه أما الذين يقولون فالحديث لابد أن نفهم سيدنا النبي لم يقل كلمة إلا وقد وضع لها منهج يا آل أحمد يا أند الأنام يده ما حال ذي حاجة إياكم قصد يا سادة الناس جدواكم وجودكم قد عودان على أن أطلب المدد من جاء ساحتكم سعيا لحبكم لن تحرق النار في الأخرى له جسدا إذن والله أعلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من فلسفته أنه جعل التبسم صدقه صلى الله عليه وسلم شوف جمال سيدنا النبي عظم سيدنا النبي سيدنا عبدالله بن حرف يقول لك ما رأيت أحدا أكثر تبسما من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك يا مولانا تم كتير جدا بيتبسم وأنا عارف شكل الابتسامة دي ما ممكن يكون فيها نفاق واللفاك كذا تم تجي نشوف الابتسامة أنواع الابتسامات إيه بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول ابتسامة ابتسامة الغضب يعني ابنك ميعمل حاجة ولا تؤمر بحاجة ميعملهاش ولا ميزاكرش ولا جاب ملحق ولا كذا ولا كذا ولا زوجة ميزاكرش الكلام ولا الابنة ولا عندك حسف الشغل ولا كلام من ده إلى غير ذلك من المواقف المتعددة في حياتنا يومية التي نشاهدها ونراها تلاقي الإنسان ممكن يتبسم بس التبسم هو غضبان شوي ولزاك سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا طفين يا مولانا الدليل القصة قصة سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك لما تخلف عن سيدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كعب لما دخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب كان غضبان سيدنا بس تبسمه يعني تدل على ذلك الواحد بيشاهدها لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت عرمات الله وهذا أمر أمران الحق سبحانه وتعالى طب فيه ابتسامة كمان يا مولانا أي نعم فيه ابتسامة ابتسامة التعجب ابتسامة التعجب هذه موجودة موجودة لما ديك نشوف القرآن الكريم يعني إيه التعجب يا مولانا واحد يكلمك كلمة تقول له ألا الله إزاي وتقوم بتبسم كده يعني موقف يقول لك انت بالك من فلان فلان وبتكلم لك إزاي الله وتلاقي تبسم تبسم المتعجب ودي ذلك القرآن الكريم تحدث عن هذه الابتسامة هذه الابتسامة تسمى وتوجد في صورة الله سبحانه وتعالى قد امتدح النمل فيها يا مولانا بالراح علينا ربنا امتدح النمل تسمى صورة في القرآن تسمى بصورة النمل تعرفين يا باسدة ربنا سبحانه وتعالى يعطينا دلالات وإشارات لأنه قال وما يعلم جنود ربك إلا هو إنم لعلّم الإنسان الطير علّم الإنسان الهدهد علّم الإنسان الغراب علّم الإنسان الله امتدح الكلب في القرآن الكريم قال الله مكلبين تعلمونهن مما علّمكم الله الله امتدح الغراب فقال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الله امتدح الهدهد في القرآن وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد هدى أم كان من الغائبين وقلنا قبل كده في لقاء سابق ليه سيدنا سليمان سأل عن الهدهد بالذات ليه لأن الهدهد من يعني قدرة الحق سبحانه وتعالى ومن طلاقة القدرة ومن قيومية الحق سبحانه وتعالى على الخلق أنه أعطى للهدهد أنه يرى ما في باطن الأرض فيرى الماء في باطن الأرض فسيدنا سليمان عطش عزش شرب مية فأول ما يسأل يسأل عن مين عن قلة الاستكشاف من قلة الاستكشاف الهدهد ولذلك القرآن بقول لك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد مش مانا سأل عنه ده ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب أنه عذابا شديد على الأوي أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان أي بخبر أي بسلطان مبين شوفوا القرآن بقول له فماكث غير بعيد وفي كراءة فماكث غير بعيد ده ما مشيش بعيد ده جنبك هو فماكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ من سبأ بنبأ يقيد طب ربنا مدح النملة في القرآن حتى إذا أتوا على واد النملي قالت نملة قالت نملة يا أيها النملة هنا السادة العلماء بقول لك في قول الحق سبحانه وتعالى قالت نملة إزاي النملة تكلمت لأن القرآن ورب القرآن لما يذكر لفظ لابد إحنا نفهم ونفطن له بقول لك قالت أي تقولت أي تكلمت قالت نملة فجي العلماء البريطانيين وغيرهم قاعدوا يشوفوا كورون الاستشعار وعن النملة وإلى غير ذلك كصة طويلة مش عايزين نخد فيها ونفصل فيها موجود هذا الكلام في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وموجود عن كتاب يسمى بلغة الحيوانات والطيور في القرآن الكريم العلماء وجدوا أن للطير لغة طب جابوها من نندي قال لك سيدنا سليمان في الأول ولقد آتينا داود وسليمان منا علم وقال الحمد ولقد آتينا داود وسليمان منا فضله وقال الحمد لله لفضلنا على كثير من العلمين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ألي ندأه علمنا منطق الطير يعني إذن الطير له لغة علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لو الفضل المبين وحشر لسليمان جلده من الجن والإنس وطرفهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النملي قالت نملة طب نكمل النملة بس محمد معنا محمد ألو أعود لتصالة محمد أستاذة صارة تفضلي عليكم السلام وحمد الله تفضلي أستاذنك على صوتك شوي أيوة معي تفضلي سامعني حالكا أيوة تفضلي بقولك تلوقتي احنا قلنا وقعدين شقة بتاعتنا يعني من كنا وكده تمام أم فإحنا فنقلنا في شقة تانية لقلتوا في شقة تانية أوه فأنا ليا يعني ليا فلوس ورس وكده واخوية ليا أخنا ليك إيه أبويا متوفي أبويا متوفي الوالد متوفي ليك كم أخ أه لي أخ واحد أخ واحد تمام والأم موجودة أيوة أنا خدت حقي تمام مم وهو أخذ حقه بس هو دفع معها النص في الشقة التانية هو دفع معكم إيه دفع مع ماما في الشقة التانية النص يعني هي دا بعد النص وهو النص يعني الشقة خليكي مع لحظة واحدة يا سيد صار الشقة دي كانت ملكي الأول بعتوها وبعناها واشترينا شقة غير كلام زي الفل أخوكي بقى في الشقة التانية دي دخل مع والدتك بالنص تمام أنت دخلت معهم في شقة ولا أه لا 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 أنا ما دخلتش معهم مش على خدت حقي بس تمام فضالي كملي تمام فهي الشقة دي قانون أهي اللي هي الجديدة دي ايه آه آه تمام فهو دفع معها النص فهو بتقول له ايه تدفع معايا في الإيجار آه قال لها لا أنا ما دفعش في الإيجار تمام آه قلت لها عرضة عليها عرض آه قلت لها مثلا يا ماما انت تدفع مثلا هم الأجوة الإيجارية والجرامية تدفع انت متين وهو ياخد ايه ميتين من الثلاث بتاعته اللي هو حالتنا معاكز الشقة الراجل يعني ام فأنا كده غلطانة ولا أنا وانا كده مثلا صحة ولا ايه أنا عايزة عارف يعني طيب كلام زلفل هرد على حضرك دلوقتي ماشا ماشا عاضل اخدي من كنترول ماشا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا سيدي فضل ما حكم الاحتفال بشام النسيم في شير صراح واكل الرنجة وشتيقه البيض حكم الاحتفال ماشي السؤال التاني على حماسي السؤال التاني ايه حكم من وقعه على حماسي حكم حاضر حاضر ايه حاجة تانية السؤال محمود شكرا تفضل السؤال صارة بتسأل بتقول يا مولانا انا عندي شقة كان عندنا شقة بعناها لما بعوها الاخ خد فلوسه وهي خدت فلوسها والام خدت الفلوس جات الام والابن اشتروا شقة الابن دخل بالنص والام دخل بالنص ماشي كلام زي الفل وهي طالت ما دخلتش معاه فبتقول اما بتجي تدفع الاجار الاجار ومع مجني الاجار الابن قال لالامة انا مش هدفع مش هدفع طب ليه مش هدفع ماشي دخلين بالنص هل المبلغ اللي انت حاطته مع والدتك ده ده دين اللي عليك لولدتك ولا انت بس انت خش في الشيء الليك حق فيها زي ما انتم اتفقتوا مع انت والدتك لعقد شرعت المتعاقدين ولا لو انت دخلين بالنص انت وحضرك انت وليك يجب عليك ان حضرتك بتدفع نفس المبلغ يعني حضرتك امك بتدفع متين انت بتدفع متين والافضل والاكرم والاحسن ان حضرتك تدفع المبلغ كله لان الام والاب الام والاب فرض على الانسان اي على الابن سواء ان كان ذكرا او انثى ركزوا في الكلام ده طاعتهم والنفقة ووجوب النفقة لان الله قال في القرآن الكريم وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واحد الوقت تقولك يا مولانا طب انت بتقولي الكلام ده طب انا منش قادر اعمل ايه والله اذا كان ربنا موسع على والديتك وحبت هي تدفع الايجار كله مفيش في مشكلة مفيش فيها مشكلة خالص هي الان خفاف الله عنكم طي هي معاش انها تدفع وانت ربنا ميوسع عليك ومديك بسطا في العلم والجسم وفي المال خلاص يدفع انت ولك الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى واعلم بانك لا تضام ابدا والله من يخدم الوالدين لا يضام ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة عرف ليه رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين لا انت معلكش حاجة وسلصار السيد محمود بيسأل بيقولي حكم احتفال بشم النسيم شم النسيم والاحتفال بشم النسيم هذا يسمى من قبيل الاعياد الاجتماعية من قبيل الاعياد الاجتماعية فالانسان اذا جلسوا معه اسرته ومعه اهله او اصحابه واكلوا اي شيء فغير ذلك لا شاء في ذلك ما يأكل كيفا ما يأكل ما فيش في مشكلة طالما ان الاكل حلال ليس فيه حرمة ومن المأكلات التي احى الله الله سبحانه وتعالى يأكل وعلى فكرة مثلا اكل رنجة عشان تكونوا في الصورة برضو عند العلماء جائز ليس فيه شيء جائز ليس فيه شيء اما العلماء اعدوا الفيسيخ هو الذي اعدوه من النجاسات اما رنجة اعدوها العلماء من الطيبات ويجوز الانسان لنها من الاسماك المدخنة فاذا اكل الانسان ونشاء في ذلك فهذا من قبيل الاعياد الاجتماعي اما حكم من وقع على حماتي هذا الفعل آثم شرعا وهذا زنى يجب على الانسان ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا تتجرأ على حرمات الله ولا على حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يفعل ذلك ولكن عوز بشر بحاجة ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم فاصل ونواصل فامتظروا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل لرب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم امين يا رب العالمين ابل الفاصل كنا بنكلم عن النوع التاني من انواع الابتسامة وان اول ابتسامة انها ابتسامة الغضب ابتسامة تانية اственный ابتسامة التعقب وذكرنا ان الحق سبحانه وتعالى ان الحق سبحانه وتعالى تحدث في القرآن الكريم فقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل يمتدح النمل حتى اذا اتوا على واد النمل قالت النملة ان العلماء اخذوا من كلمة قالت نملة وبحثوا فوجدوا ان الطير له لغة والنمل له لغة كل المخلوقات لها لغة لها لغة الحصة كان بيسبح في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحصة نعم كان يسبح وكانت الحجارة والخشب وكل شيء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الدليل مولانا أخرج الإمام الترمذي وأبو محمد الدارمي من رواية سيدنا أبا الحسنين علي قال مررت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبال مكة اسمع فما مررنا بجبل ولا حجر ولا شجر إلا وقال السلام عليك يا رسول الله قالوا تحب محمد فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد أحببت فيه كرامتي وهدايتي وبراءتي من شر نار توقد وشفاعة تعطى لكل مؤمل وتقلبي بين النعيم مخلد وتفاخري بأنني نسبت إلى أمة يعلي مكانتها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أستاذ شمس هلو عليكم السلامة فضلي بنا ستورك اللهم أمين يا رب على صوتك بس سلسل شمس بعد ذلك أنا بس عندي سؤالين ورجاء أنا عايزة بس يتدعي لولدي اللي توفقوا يعني تعالهم بالرحمة للولدين وتدعي لي أن اللي معي ربنا يخليهولي طيب صغاراً ولا كبار؟ عندهم حدوث فرقانة طيب حباش شرك أنا بوش ردل وتو أنا بس تدعي لي يعني ولدي توفقوا منه معي ولد أنا بس عايزة تدعي لي يعني تقول لي دعاء أقوله يعني فرق قربي حاضر عندي عم الشيخ يعني بس مش عايزة أقول لحضرتك والله العظيم يعني أزمة نفسي ربني يكرمكو أوي ربني يكرمي واطلع منه أنا عقوذي كان عنده وراء متوسع وراء في المخوة تواصع ولدي الثلاثة عندهم نفس الوضع بس يجي قاعد حدوشة سنة وبيتوسع معي بقى لهو عندي 8 سنين دوت يعني ده أخر حاجة معي طيب وزي أنا تقول قعدة بعيد بالأيام اللي يعني اللي عايشها معي ومش عارف عم الشيخ وما تدري نفسهم ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت طيب السؤال السؤال الأول السؤال الأول أنا بس كنت عايزة أعرف يعني أصلي يعني أصلي استخارة يعني إمتى بالزبط يعني ربني يستجابها مني إمتى أو كده والسؤال الثاني أنا يعني أنا لو يعني أنا لو خد يعني من حد مسيحي مبلغ أسفك به قرب قربي أو كده هل تحرم أو حلال مش قزم هو مسيحي مقصدق الزايدة يعني أي إن كان إنسان أي إن كان مسلم مسيحي يوز مشكلة أه لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أه بس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصي لو مات الحبيب بتلتغولي بك. مم. كميلي. المبلغ اللي في الفايدة ممكن يا بني اقنع من عملية ولا مش عارف. عارف في ناس كتير. اجاوب اجاوبك. اجاوبك دلوقتي. حاضر. حاضر. الحج مصطفى. لا تخف ولا تحزن. انها هنا. سلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. اتفضل الحج مصطفى. بارك الله فيك يا شيخ حاجة. ربنا يسترك. انا عندي عيل يعني متزوج وكبير. بس قاعد برا البيت. اه يعني انا حبيته ان انا خليه كيلة عشان يحتضم مع اخواته. لكن اه ما بيسمع كلام مراته. دي حاجة. الحاجة التانية مخلف عيل. وما بيخليهش حد مننا نعرفه عند تلس سنين. وامه مريضة وعمله بطاعت على طول. ما بيجي الاشغر في عيد الام بس قبل عيد الام خمس زي وهو يفعل باب يرمي لها حاجات لخي ملاها ويروح ماشي. طب انت باني انت باني بيت قاعد فيه حج مصطفى. اه? باني بيت قاعد فيه. نعم. باني بيت قاعد فيه. اه. طيب عمل له شقة فيه هيقفل بيت يعني. اهو كنت عمل له شقة اوه هم اللي رفضوا. وشقته موجودة. طيب حاضر. اجاوبك ان الوقت اعمل حج مصطفى. وكلمت بتقوله تعالى احنا عايزينك مش عايزين مراتك. طيب. طيب ايه العلاء. طيب ماشي اكلمه حاضر. اجاوبك. اجاوبك حاج مصطفى. الاستاذة شمسك بتسأل بتقول يا مولانا عندها ولدين توفوا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهما برحمتي. وان يجعلهما زخرا لها يا رب العالمين. فالانسان اذا توفى وهو مريض. فسد النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك فهو من الشهداء. لان سيد النبي صلى الله وسلم قال كما جاء في الصحيحين وهو يجلس بين الصحابة. من تقول من امات الشهيد او من تعدون من امات الشهيد قالوا يا رسول الله اشهدوا شهد المعركة. قال لا اذا فالشهداء قليل. المبطون شهيد. وصاحب الهدم شهيد. والمجروح شهيد. الى غير ذلك كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اتناشر كما ذكر النبي صلى الله وسلم في روايات متعددة. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلهما من يا شهدائي اللهم أمين يا رب العالمين بتقول لهم أولانا أنا أصلي صلاة الاستخارة ما فيش مشاكل الإنسان ما يصلي صلاة الاستخارة يستخير الحق سبحانه وتعالى وخلي بالكم النقطة مسألة الاستخارة الإنسان يدعو بدعاء الاستخارة الموال المعروف والمعهود أو مش حفظ الدعاء يدعو بأي دعاء بس بشرط أنا دايما وأبدا أقول الإنسان حينما يدعو الله يكون متأدبا مع الله خلي بالك انت وقف بين يدي قال الله لسيدنا يا موسى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدسة هو احنا بنسمع ناسا من ديك يكلم بيأكلوا بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى بأسلوب لا يليق حتى مع البشر لا انت بتكلم رب البشر تبتكلم رب البشر كن متأدبا مع الله كن متأدبا مع الله يعطيك الله ربنا يعطيك من فضله بسأل ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من فضله تبقول لك يا مولانا أنا مثلا بصلي صلاة الاستخارة عاوز أتجوز أو عاوز مثلا ربنا يكرين بحاجة أو 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 إلى غير ذلك طيب الاستخارة مش شرط إنك تنام وتشوف هي مش شحنة وتفغل لا علامة الاستخارة التيسير قولا وحدا كده التيسير في كل الأمور داخل مشروع بتلاقي فيه تيسير داخل خطوة بتلاقي فيه تيسير داخل مثلا انت من العملية والإدفاء تيسير إلى غير ذلك من هذه الأمور علامة ذلك التيسير من الله سبحانه قد يرى الإنسان وقد لا يرى لكن العلامة التي تدل على ذلك هي التيسير بالنسبة بتقول يا مولانا أنا أعوز أقترض مبلغ يعني من رجل مسيحي لا شاء في ذلك أن يقترضت إنسانه من مسلم أو مسيحي سيدنا نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أعوزين نوضح حاجة أخوانا سيدنا نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مات ودرعوه مرهون عند يهودي وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان يوزع ويزوج الناس من بيت المال ثم بعد ذلك أخذ يعطي سيدنا عمر بن عبد العزيز المال لشركاء الوطن من السادة المسيحيين فلا شيء في ذلك لكن سواء كان مسلم أو مسيحي أعوز لكم نقطة خلي بالكم إن الإنسان ما ياخد فلوس إذا كان قرد حسن من هذا أو ذاك لا شيء ما فيش فهم مشكلة قرد حسن يعني عم مولانا أنا قدام رجل هو مسيحي وراجل مسلم خدت من ده مثلا عشر تلاف جنيه وخدت من ده عشر تلاف جنيه قال لي عم أخذ العشر تلاف جنيه همت مش عاوز منك حاجة أنا أرجو بذلك واجه الله سبحانه وتعالى إن ربنا يبارك لي في مالي ما فيش فهم مشكلة خالص أدام قرد حسن من ذا الذي يكرد الله قردا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويابسط وإليه يترجعون من سورة البقرة أما بقى الكرد إن أخذ عشر تلاف جنيه وترجعون لخمساشر ألف جنيه ولا عشرين ألف جنيه ولا ستتاشر ألف جنيه إلى غير ذلك مال بمال مع الزيادة هذا ربا ولا يجوز شرعا يجي واحد يقول لك أصلا ده عاد اتفاق بين شخص وشخص والمسلمون عند شرطين كلمنا فيها كتير أول حديث في الصحيحين كمل الحديث المسلمون عند شرطين إلا شرطا أحل حراما أو أحرم حلالا خلي بالك حضرتك أو تتوحم في الكلام أو تضل حضرتك الناس لا المسلمون عند شرطين إلا شرطا عادة الاستثناء هو عامل زي أقول لك ولا تقربوا الصلاة تم تكمل الآية ما تكمل الآية حتى نشوف المعنى فيها إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شرطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وربنا يقول في القرآن الكريم وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أو غير ذلك إننا أحل حق حرمه الله الله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا وخال بالك أي نداء تلاقي في الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن أمر يخص شهوانية النفس ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون شوفوا القرآن وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ما يصره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون في نفس الصفحة على يدك اليمين في آخر آية في الصفحة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بداية الحق مصفى بقوله يا مولانا ابن الكبير اتجاوز وسب البيت وقعد لوحده يسمع كلام مراته ويا مولانا ما بيجيش لا لي ولا الأم والأم عملت عيط والأم حزينة ما بيجيش ألف في عيد الأم بقولك بيجي في عيد الأم أبلغ خمس داي أقول يا أيها الإنسان العاق يا من تغفل عن بر الوالدين لن تنال رضا من الله ولا فضلا من الله ولا رحمة من الله ولا سعة في الرزق ولا بركة في الحياة ولا في الممات فإنه يعجله لصحبه في الدنيا قبل الممات لازم أن تشوف تذوق من هذا الكأس إن إن فعلت خيرا جزيت خيرا وإن أسأت عقبت بذلك فاغتنم إذا ماتت الأم نادى مناد فقال ماتت التي كنا نكرمك من أجله فاعمل 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 أيها الإنسان لكي ترى ولكي تسعد ولكي تكون إنسانا ناجحا طبق ما قاله الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان الرضا والاستقرار اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وغيشها وشعبها وأمنها وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه فهل فقير بين الكريمين يحرمه لا والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة